اشتركوا في القناة والأولى هي لسيدنا علي رضي الله عنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في وجهه تدوير يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان وشه مدور زي ما احنا بناقول كده ولكن مش تدوير زي الدائرة لأن ده طبعا مكروه ولا يقبله إنسان وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يكون كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان وجهه مدور فيه تدوير ولكن مع الإسالة وده طبعا أجمل عند كل ذي ذوق سليم لذلك سيدنا عليه جاء في رواية أخرى وقال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمطهم ولا بالمكلثم المطهم اللي هو كثير اللحم وجهه لم يكن كثير اللحم ولا بالمكلثم يعني ما كانش مدور الوجه تدويرا مفرطا اللي هو زي الدائرة كده بالضبط فهو النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش وجهه مدور بهذه الصورة بل كان مدورا مع الإسالة ويوضح لنا الكلام ده كويس جدا سيدنا هند رضي الله عنه في رواية قال فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان واسع الجبين اللي هم المنططين اللي بيحيطوا بالجبهة كان واسع الجبين وده طبعا جميل وهنا السعة ليست مفرطة أيضا بل في قمة الاعتدال والجمال وأيضا يقول في رواية له وكان سهل الخدين سهل الخدين ده يدل أن وجهه صلى الله عليه وسلم لم يكن مدورا تدويرا كاملا لأن طبعا إنسان ما يقبلش أن يشوف شخص وجهه مدور كالدائرة وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يكون كذلك بل كان كما قال علي رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان في وجهه تدوير يعني حتى اللفظ دقيق جدا كان في وجهه تدوير يعني هو أصلا وجهه صلى الله عليه وسلم لم يكن مدورا كالدائرة بل كان وجها كأي وجه ولكن زيادة في الجمال والكمال كان فيه تدوير ولذلك رواية سيدنا هند رضي الله عنه يقول سهل الخدين وفي رواية أخرى يقول أسيل الخدين وكلها تفيد نفس المعنى تعالوا لرواية أخرى عن البراء بن عازب أن رجلا سأله أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه كالسيف خدوا بالكم أن اللفظ هنا في السؤال يحتمي الوجهين هو بيقول هل كان وجه النبي صلى الله عليه وسلم كالسيف كالسيف تعالوا الأول نشوفه الجواب كان عامل إزاي سيدنا البراء بن عازب قال له لا بل كان مثل القمر تعالوا نشوف بقى المرد بالسؤال إيه المرد بالسؤال إما كالسيف في الاستطالة يعني وجه النبي صلى الله عليه وسلم كان كده بالطول ما هوش فيه أي تدوير أو هل هو كالسيف في الاستنارة السيف لو جاء عليه ضوء بيعكس الضوء ويكون منير شكله لامع السيف فسيدنا البراء بن عازب كان ذكي رد برد ينفي الوجهين فقال لا بل كان مثل القمر مثل القمر في الاستدارة الاستدارة غير المفرطة فهو النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن وجهه مستطيلا بل كان مستديرا استدارة لطيفة معتدلة وأيضا مثل القمر في الاستنارة في شدة النور لأن النور أجمل وأكثر نورا بن السيف ولذلك لا ننسى رواية سيدنا هند رضي الله عنه أنه قال يتلألأ وجهه تلألأ القمر ليلة البدر صلى الله عليه وسلم وبكذا تكون انتظر حالة النور أشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله لا تنسونا من صالح دعائكم ودمتم في رعاية الله ترجمة نانسي قنقر